سنة 1986 أحداث الأمن المركزي كيف اللي جرى؟ هي أحداث كاشفة عن قوة أعصاب حسني مبارك دايما أقول ذلك ليه؟ لأن أنا عصرت هذه الأحداث يومها تماما بدأت في معسكرات بقالب منطقة الهرم لجنود لهم مطالب فأوية رفع المرتبات، تحسين الوجبات الغزائية إلى آخر خصوصا أنهم يقعون في منطقة يرون السياح زاهبين وقادمين والسيارات الفخيرة والعائلات التي تأتي إلى الهرم بينما هم في معسكرهم لا ينالون شيئا من التقدير الذي يتوقعون فقاموا بحال التمرد وذهب إليهم وزير الداخلية وكان واحدا من أفضل وزراء الداخلية في تاريخ مصر أحمد رجدي ذهب إليهم بنفسه وكان هذا خطعا لأنهم قذفوه بالطوب وأصابته إحداها فاعتبر مبارك هذا خطعا من الوزير أن يزج بنفسه إلى هذا المستوى وينال ما حدث له على كل حال تفقم الوضع وبدأت طائرات الوليكوبتر تستطلع المنطق وبدأ الأمر ينتشر وكان عدد كبير؟ عدد يعني لا يستهن به مئات من الجنود وهم مسلحون ومثل هذا العمل نعمل التمرد في العسكرية أو خوبته الإعدام على طول لا يوجد حل لأن العسكرية لا تحتمل الخروج على قواعدها والشرطة مؤسسة نظامية شفة عسكرية فالرئيس قال لي أنت سوف تبيت الليلة في مكتبك أرى لك أنت؟ أه قلت له نعم إن شاء الله قال لي وأريدك أن تبلغني بالتطورات هو كان هذه الأعصاب منفعل؟ جدا 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 لا تعطي الموضوع أكثر من وضعه إنه مجرد يعني مطالب فعوية ليست تمرد سياسي ولا له طابع كبير لا أعتقد ذلك هو قال ذلك في الثانية صباحا دق التليفون في مكتبي الرئيس قال لي اتصل بالمشيرة أبو غزالة وقل له ينفذ ما اتفقنا عليه وكان ذلك يعني كما فهمت فيما بعد إنزال القوات المسلحة إلى الشارع ونزرت وسيطرت على الموقف سيطرة كاملة طبعا والجيش هو اللي كان بيأخذ المرور هو في الشوارع هو كم يأخذ الموضوع أثر الشرطة منها فيها مش هتتسيب الشرطة تعالج الشرطة فلابد أن تأتي بالقوات المسلحة